السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله في الفيديو ده هحنا نتكلم عن الأدوية اللي احنا بناخدها بعد عملية تكميم المعدة كنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن التغذية بمراحلها المختلفة اسكالة مرحلة أولة أو مرحلة تانية أو مرحلة تالتة النهاردة هنتكلم عن أهم الأدوية المفروضة ان احنا ناخدها بعد عملية تكميم المعدة أول دواء هو حونة السيولة حونة السيولة بناخدها من أسبوع لشهر على حسب سن المريض على حسب عوامل الخطورة اللي في المريض اذا كان عنده ضغط او سكر او مشاكل في القلب او قريد هو بيمشي على عدوية سيولة او حصل له جلطات قبل كده فاحنا بناخد دواء سيولة وحانة سيولة مرة كل يوم لمدة اسبوع الى شهر بالنسبة الفيتامينز اللي احنا بفقد ناخدها بعد تكميم المعدة بتنحصب في ثلاث حاجات الحديد الكالسين مجموعة فيتامين بي طيب بتتلخص في ايه اول شهر ما بقدرش اخد برشام على بعضه فباخد حاجات مضغة زي مع اوسي كير شراب كالسوم وفيتامين دال بعد ما بنعد اول شهر بنقدر بناخد راس بناخد سنترم قرس مرة في اليوم مع اوسي كير كابسولة مرة في اليوم مع حقونتين حقونة فيتامين دال حوانة كل شهر وحقونة فيتامين بي مجموعة فيتامين بي حوانة كل شهر باستمر على الادوية لمدة سنة كاملة مع التحليل المنتظم كل تلت شهر بتطمن على نسبة الهوموجليمن بتطمن على نسبة الكالسين في الجسم بتطمن على فيتامين دال في الدم اخبار واي بتطمن على فيتامين بي تويل في الجسم اخبار واي ده بالنسبة للتغزية التغزية والفيتامينيات اللي انا باخدها بعد عملية تكميم المال بشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله نتكلم عن تحويل المسار اشتركوا في القناة